هياكم الله مشاهدين الكويت اليوم الرياضات النسائية في الكويت تمر في فترة تطور كبير حاليا خصوصا وإن الألعاب الجماعية مثل كرة القدم والسلة وغيرها صارت تشهد إقبال نسائي ومن خلال هالفقر راح نتكلم عن الرياضات النسائية في الكويت من خلال حديثنا مع حنان الحردان عضو اللجنة المنظمة لمهرجان البطولات النسائية لهيئة الرياضة صباح تسروا بخير يهلا فيكم صباح النور بما أن نأذن نقول مساء الخير نبدأ باليدين استاذة حنان في البداية لو نتكلم عن فعاليتكم الأخيرة شلون لقيتوا كلجنة منظمة تفاعل النساء والمجتمع بشكل عام والله اللهم لكن الحمد الصراحة سعيدة جدا بالإقبال اللي احنا شفنا ما توقعت للأمانة العدد هذا اللي احنا شفنا توقعناهم أقل من شديد خاصة أنه كان صادف وقت الأمطار المطرة والغرقة مع ذلك كان في مشاركات ويمكن فريق واحد أو اثنين اللي نسحبه واحد منهم كان من بره الكويت كان فريق بحريني اعتذر بس باجل الألعاب والإقبال كان جدا ممتاز انزين شنو كانت الألعاب عدد الناس اللي شاركوا ولو كان فيه يعني أرقام كل الألعاب الجماعية تقريبا تنس طاولة بالإضافة إلى تنس طاولة الوحيدين كان اللعبة الفردية القدم اليد الطائرة السلة كل من شاء الله كل الألعاب انزين عدد الفرق انت قلت أنه كان فيه ممكن يكون فيه مشاركة من خارج الكويت لكن هل فيه فرق أخرى من بره الكويت شاركت إلا للأمانة هذا الفريق الوحيد اللي يحرص دائما على أن يشارك في مثل هذه البطولات طيب الحين من خلال يعني قبل كانوا مثلا يطلعون يشوفون الساحات الترابية فيه ناس تطلع تشوف اللعبين الزينين وتقتنصهم هل فيه نفس هذا الشيء موجود عندنا الكشافين للمواهب النسائية سواء كان في أي لعبة من اللعبات للأمانة للأسف هذا اللي أتمنى يكون موجود يعني هذا الشيء نفتقده بالألعاب النسائية المشاركات الرجالية أو الشبابية تلقى أنه ما تفضلت الكشافين موجودين ويأخذونها المواهب هذه وينمونها ويطورونها لكن نحن للأسف ما عندنا الشيء هذا أتمنى أن يكون موجود خاصة أنه فيه مواهب عندنا يعني أنا مشاء الله في كذا بنت لاحظت أنها جدا موهوبة بالقدم وباليد وبالسلة يعني قاعدة تلعب مشاء الله أكثر من اللعبة بنفس المستوى بنفس الأداء طيب بالفترة الأخيرة زادت البطولات النسائية يعني هذه مو أول بطولة نسائية أنا أسمع عنها حتى للمدارس قاموا يسون بطولات نسائية أيضا إحدى الشركات نظمة بطولة كانت كلها لطالبات الثانوية وكانت فل وتسجيل يعني مكتمل الحين مثل هذه البطولات شوية تعطي دافع لهم أهمة أنه يتشجعون يصير عندهم نادي يصير عندهم فريق يصير عندهم منتخب يصير عندهم مشاركات سوى داخلية أو خارجية شنو مراحل تطور فعاليتكم هو صحيح هذا اللي يصير بعدين احنا ترى أغلب اللعبات اللي عندنا للعلم لعبات منتخب يعني أهم ما عندهم مشكلة أنهم يلعبون أي بطولة أي أن كانت مو شرط حق المحترفين ما يطوفون ليشن هنا للأسف عندنا خاصة البطولات النسائية يعني الصعب ما يعلونون عنها ما تأخذ حقها إعلاميا مثل باجئ البطولات فتلقى لما يسمعون أن في بطولة ما يطوفون على طول يشاركون بأي شيء أي بطولة هنا أنا عندي أعتب عليكم أيضا دائما يلقى اللوم على الإعلام الإعلام هو يعني صح أنه موجود نزين وهو اللي ينشر هذه الأخبار ولكن ما رح يقدر ينشر أخباره وهو قاعد مكانه إذا ما يعني الشيء اللي عنده إذا يعني أوكي أنا مثلا باحث أروح أدور والله لقيت معلومة أتفيد الناس بأقولها بس إذا ما دريت فيها يا يتني من وراي ما أدري بالمعلومة لازم أنتوا بعد أيضا تبادرون وتروحون للوسائل الإعلامية هاكم هذا كتابي تحتش ومو إلا لقاء لكن نكون صريحين هل الاهتمام بالبطولات النسائية نفس الرجالية؟ أكيد يعني إحنا في 2018 أنا أقول لك أكيد يعني إحنا نخاطب جهات معينة قبل أي بطولة نخاطب طوارئ طبية الداخلية النجدة كل هذه الجهات بما فيها الإعلام ترحنا نرسل حق الكل للأمانة ممكن يحضرون يعني مقارنة بالبطولات الرجالية ما يحضرون كلهم ما شوق لك التفاعل أنا مو بس بعد كلمة عن الحضور أستاذ حنان هذه كلمة حتى على تسويقيا لكم لا لا مو تقطيا خلش من تقطيا تسويقيا لكم نزيل ولزيادة مشاركة الناس يكون قبل الإيفنت بسبوع قبل الإيفنت بعشر تايام أنه عندنا هذه الفعالية وفيها تسويقيا لهم أكثر لعبة كان عليها إقبال من بين اللعبات الجماعية شنو الطائرة والقدم الطائرة والقدم ايه لاحظت نفس الإقبال الطائرة شوية أفهم القدم فيه حريفة ايه والله فيه فيه تشوف فيه حركات وتعطيك مهارات وتحس أنها مو بس تمارس التمارس والتابع وتبي تتعلم وتطور يعني مشاء الله عليهم ويدفرقوا عليهم يعني يعني ما نقول يعني ما عاد الاهتمام بس بأسامي الفرق الفائزة قبل كان بس مرشلونة ومدريد ايه رسقاتسية عربي لا لا الحين لا لا الحين مشاء الله فيه تطور تحس أنها مثقفين وتعرف وحتى توقع حتى لو تخليها تحل المباراة خلاص وصلتها المستوى صارت تتعرف الفنيات وتعرف الأمور هذه كلها طيب الحين هذه البطولة كانت في صالة مغلقة صالة داخلية متى نشوفهم يلعبون على الثيل شوفه ترى لعب داخل الاندور ترى أصعب من الأودور حتى في بعضهم اعتذروا قالوا ليش ما تخلونها اودور احنا نفضل بس تدري في بعضهم استلحنا عندنا هالسالفة هذه كمجتمع محافظ ما يرضون انه هما يلعبون بمكان مكشوف مولك اللي يرضى انه احنا يعني نصور في بعضهم لا لا تصورون يعني نطر نطر فرق معينة ايه اللي توافق فاحنا عندنا بعض هذه الأمور بس البسيطة اللي هي يعني وتركي جونة احنا حاليا كان يفضل لانه هو بصالة انت الحين رديتي على موضوع الاعلام شلون بدتي وسيلة الاعلام وتصور اذا اصلا في فرق ما ترضى لا في وسائل حضروا لكن قاعدة قولك هما دائما يستغلون منهم التغطية تكون حق اللجنة منظمة تاخذ معلمات تاخذ لقطات التكريم ايه انا اقول لك للأمانة اقول لك الصج في بعضهم لا ما يرضون احنا اصلا فيه تدري شنو ساعات تصالفنا مشكلة المدرب ما للفريق ريال لما الحكام يشوفونهم ريايلي يقول لا ما نبيل يحكمون علينا ريايلي شنو هالتراقض شلون تري بس انا اقول لك بشكل عام كتغطية اعلامية هذا ما لا شغل يعني انا استعنت بكذا يعني جهات اعلامية بالسوشال ميديا قالوا عادي نصوركم قبل ما يصورون اي فريق قاعدين يصورون عادي يغطون ازين احنا عندنا الحين في حكام بنات بعد اي نعم اي كلميني هذي تجربة الاولى شون كان اداءهم في الملعب والله كحكمات احنا ابدا ما نقلل منهم ابدا يعني مشاء الله قاعدين يثبتون جدارتهم بالتحكيم فيه بالبداية تخوف لكن بعدين لما قاموا ينزلون حق الميدان قاموا يحكمون قاموا يدشون الملاعب قاعدين يثبتون جدارتهم نعم بالعكشة ويت زين جميل يعني الحين اغلب الدعم اللي قاعدت تتكلمين عنه هو دعم اعلامي صح يفترض من زين خلينا نروح اي لحق نقطة ثانية اذا بنتكلم عن عملية اللاعبات لما يشاركون فيه بطولة معينة هل اهمة انت تقول لي فيه لعبات منتخب صح اي نعم نزيل بما انهم لعبات منتخب يعني اهمة يوم من مكان يوم من فريق يوم من نادي سحي نزيل هل زاد عندنا عدد النوادي اللي تستقبل نساء لا لا زالت هالمشكلة موجودة شنو هي المشكلة شنو هي المشكلة لازلت اطالب بهالمشكلة وكلنا نتمنى اننا يعني احنا لكويت مشا الله عندنا كم محافظة ما عندنا لثناث اندية ما عندنا للفتاة والعيون اللي بالجهرة وما عندنا اللهسل والصباح اللي بالقرين إذا نباجر المناطق ترى ومسهولة انتوصل حق هالأندية وما يديون أولياء أمور وما يدي التصلون ويشتكون نبي أندية إذا نبي المراكز الشبابية أو الساحات الرياضية فتحوها حق البنات لا للأسف قاعدة تستغل أكثر شيء حق الشباب حق الأكاديميات بس في أكاديميات حق البنات الحين للأمانة أنا لاحظة أكاديميات هذا موضوع قطاع خاص الظل غير النادي غير الهدف المطلوب من النادي أنا أأسس وأكون فريق ومتخب أمثل فيه هذه المشكلة اللي عندنا لكن بإذن الله احنا خاطبناهم ويعني الصراحة ما نسى كل الشكر للدكتور ونقول الحمد لله على سلامتك للدكتور رحمه ودف ليطح وأيضا نائبة الدكتور صقر الملة على اهتمامهم الصراحة لا محدود يعني كل ما قدمنا وانا ما عندي شك أبدا في أن أهم إن شاء الله وعدونا وعدونا إن شاء الله بالفترة القادمة رح يكون فيه توسعة حق المجال هذا النسائي رح تزيد الاهتمام بالمجال النسائي خاصة حق البنات إذن التجهيز موجود من خلال هذه الفعاليات اللي قاعدين تقومون فيها ولكن باقي لهم الدزة الأخيرة لما أنا أكون مسجل في منتخب وانا أصلا النوادي ما عنده نوايد فيعني نسبة أصلا يشكك يعني مو يشكك يعني يوهق يعني نزيل إحنا الحين صرنا ستة والمنتخبية بهدعش هدعش لعب صح؟ صحيح إيه حسب اللعبة إيه العدد إحنا عندنا كافي اللي قاعدة أشوفه الحين إيه لأ علشان شرين يعني إحنا محتاجين أكثر عرفتش كفر أنا بصفكم وعندنا وعندنا مو تقول ما عندنا والله عندنا مواهب بس محتاجين منك تشوفهم يعني شوف لدرجة أنا ما أنسوا هالموقف كنا ساحة مشة في الرياضية يوهنا بنتين قاعد يشوفون كان فيه بطولة كرة قدم شغالة يقولون عادي نشترك عادي ندش قلنا لهم هذي بطولة سجلنا وخلاص هذا قريبا نهائي شي يقول لأ إحنا نبي نادي نبي نادي إحنا يا بنات ندش له نشارك فيه نلعب كرة قدم أعطيناهم أسامية أندية قالوا لأ النادي هذا مشكلتها شذي النادي هذا مشكلتها شذي عطونا مشاكل يعني صادفتهم يعني فنيا وإداريا شي البديل ماكو بديل لهم يا هذي صدين هذي أصلا الحين أرض خصبة لإصلاح الخلل لما ييني واحد وهو أول مرة يبي نادي وملاحظ كل هال المثالب اللي على النوادي يتكلم يقول الهيئة والهيئة تروح وتناقش النادي تقول لأ ترى أنا يوني ناس بعدهم ماذا شوى للنادي وقالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة شلون صحيح بس أنا هشوف احنا تعودنا يعني هي قالت رايها قالت أن النادي هذا فيه وفيه وفيه لكن احنا ما تأكدنا وشفنا هل اللي هو نقال يعني عفوا ما نتذبها بس هل فعلا صحيح اللي نقال ولا لا يمكن ايه طبيعها تشدي ترى البنات صعب إرضائهم ونفس الشباب والريايل يرضون بأي شي البنت لأ يعني ترى التعامل معهم عشان أكون صريحة أنا أنا من بني جنسهم يعني بس أقول لك ترى صعبين احنا بالبطولات شي سوهم فينا ساعات قبل ما البطولة تبلش ابن الساعة فريق كامل لا والله ما أبي رفيشتي ما رحتيه فأنا ما أبي لا يعني أمور جدا بسيطة لكن ما عندهم ذاك الالتزام ترى مو نفس الشباب الالتزام ما هي لأنهم ما هم محترفين الالتزام ما هي لأنهم ما عندهم مكان يتدربون فيه صح؟ زائد هذا طبيعها كامنية أنا لاحظت شي من خلال عملي مع الشباب أنا صاج أنا أقول الصراحة أنا صريحة أنا أقول لك الصراحة أنا من خلال تعاملي مع البنات ما عندهم ذاك الانتزام ذاك الانتزام العادات والتقاليد كيف ألعبت دور في تأخير مسيرة ظهور هذه المواهد وايد ألعبت دور وايد يعني أنا لما كنت أدرس بنات كان أطلب منهم أعطيهم موافقة أولياء أمورهم أن يشاركونهم بألعاب معينة يقول لك لا ما يصير بناتنا ما يلعبوا الرياضة شوف لأي درجة ما يلعبوا الرياضة ما يلعبوا الرياضة وفي من حرم شون تحرم رياضة هذه لا ما يصير بطولة مدارس محفوفة ملمومة ما فيها ذاك ظهور ما ممكشوفة لا بناتنا ما يلعبون لكن بالفترة الأخيرة هذه لا طبعا تغيرتها النظرة وأغلب الحضور لعلمك كان رجال يعني أغلبهم ترى أبهاتهم اللي كانوا محاضرين ويشجعونهم ويجدا مستنسين على اللي هم قاعد يشوفونه ترى يعني هذا كان موجود من عمر حتى مسابقات الموسيقى مسابقات المكتبات والمبياد الرياضيات الأهالي لما يشاركون ترى احنا قاعد نشوفها في أفلام أجنبية لما الأبو أو الأم يحضرون مباراة أمريكا فوتبول ولا يحضرون مباراة كرة قدم لعيالهم هذا يخلق رابط بوند قوي بين الأهل وعيالهم مفقود هو احنا يعني كنا مفقود كلش ما كان فيه أبدا بس الحين ها بدوا بلشوا حضورهم لأننا نتمنى أنهم أيون لأننا بيهم يشوفون الجو العام وهم متخيلين شيء ثاني لما قاعدون ويحضرون ويشوفون الوضع كلهم يقولون يا ريتنا من زمان بدخلين بناتنا كذلك أنا بس ألت سؤال ويتحمل العواقب في بناتيون من وراء أهاليهم لا مستحيل أنا شاك بالإجابة أنا شاك بالإجابة لا مستحيل أنا قلت لا أيون يلعبون يدربون أقصد إشتون تدرب وهي لازم يمسجلها عندنا لها ملفها لها شلون لازم موافقة ولي الأمر بتوقيعه بعمل فحص بعمل نفس الرجال ترى نفس الشباب لازم يستمارة إذا هي تبي تلعب والأب مراضي شام مراضي توقيع موجود لا أقلتش إذا هي تبي تلعب والأب مراضي فقيرة بعد أمرها لله ما تلعب أمرها لله لا ضروري واجب هذا اللي أبي أبينا كل شكلة الأستاذة حنان الحردان عضو اللجنة المنظمة المهرجان والطولات النسائية لهيئة الرياضة شكرا لوجودش معنا أيها هذا الكرام فاصل قصير ونعود ولكن اهتموا بأبنائكم الرياضة زينا للصحة نقولها بس ما نخليهم يسوونها شكرا للمشاهدة